استقبل فخامة السيد رستوم مني خانوف رئيس جمهورية تاترستان الروسية معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ونقل معاليه إلى فخامته ولمسلمي روسيا الاتحادية تحياتي وتهنئة جلالة الملك المفدى وسموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء حمل فخامة رئيس تاترستان معاليه خالص تحياته لجلالة الملك المفدى تقديره العميق لإنابة جلالته لمعالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة للمشاركة في احتفالات جمهورية تاترستان الروسية بالذكرى الألف ومئة على اعتماد الإسلام رسميا من قبل شعوب البولغار في حوض الفولغا وبهذه المناسبة أهدم عليه لفخامة الرئيس تاتاري مجسما للرسالة التي بعثها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حاكم البحرين وأهلها في العام الثامن الهجري الموافق ستمائة وثلاثين ميلادية فدخلوا دين الإسلام طوعا وتصديقا وإيمانا قبل حوالي ألف واربعمائة وخمسة وثلاثين عاما قد أعرب فخامة الرئيس التاتاري عن اعتزازه بمشاركة مملكة البحرين في هذه الذكرى العزيزة والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وتطلعه إلى مزيد من تعزيز العلاقات بينهما مثمنا في الوقت نفسه التاريخ الإسلامي العريق على أرض البحرين وإسهامات البحرين في الحضارة الإسلامية العريقة ترجمة نانسي قنقر